اولت مملكة البحرين عناية بالغة بالزكاة ادراكا منها بدورها البارز في تحقيق الاستقرار والرفاه والعدالة بين جميع اطياف المجتمع حيث يواصل صندوق الزكاة والصدقات منذ انشائه عام 1979 عمله وانشطته التي انطلقت منذ ذلك الحين حمل معها رسالة خير تقوم على قيم البذل والعطاء والتراحم والتكاتف والتكافل صندوق الزكاة والصدقات ثمرة مباركة غرستها اليد الميمونة لامير البلاد المغفور لعبيد الله تعالى صاحب العظم الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة عبر استهر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1979 وتعاهدتها الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التزاما بتعاليم الدين السامي الحنيف وتلبية للحاجة المجتمعية الملحة فاتوالت المراسيم والقرارات واللوائح المنظمة لهذا العمل الجليل من أول نشأة هذا الصندوق الصندوق المبارك الصندوق الزكاة والصدقات أخذ الصندوق على عاتقه نشر وتوعية المجتمع بدور الزكاة وكذلك ببعض الأحكام المتعلقة بالزكاة ومن ذلك أن الحمد لله في صندوق الزكاة والصدقات أو في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف متمثلة في إدارة الشؤون الدينية هناك الخط الساخن لاستقبال الاستفسارات فكل من عنده سؤال فتجيبه هذه الجهة المعنية برد الإجوبة على السائلين إن المتأمل في أوامر الله عز وجل بفرضية الزكاة يدرك بجلاء أهمية هذا الركن العظيم في تثبيت ركائز الأمة من النواحي التنموية والاقتصادية والإخلاقية وشيوع المحبة والأمن والسلام بين أفراد المجتمع الواحد حيث تعزز مبادئ الزكاة في إشاعة العدل والمساواة والرحمة بين جميع أفراد المجتمع لا يخف عليكم أن الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا هذه الفريضة المباركة فرضة الزكاة ذكر في نهاية الآية فريضة من الله والله عليم حكيم أي أن هذه الفريضة إنما نشأت عن علم الله سبحانه وتعالى وحكمته وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى فالزكاة حقيقتها هي أو الحكمة منها هي تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع فالفقير والمعوز إذا رأى الغني أنه بدل جزءا من ماله لأجل الفقير يسد به حاجته نظر الفقير إلى هذا الغني بنظرة مودة ومحبة وربما كذلك دعا له أن ينمي الله سبحانه وتعالى ماله فيكون الوئام والوداد والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد تعد الزكاة رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني عبر حث الغني باستثمار ماله وعدم اكتنازه فضلا عن تداول المال وتحريكه من خلال إنفاق الزكاة في شراء ما يسد به الفقير حاجته وبه تسد المودة والمحبة بين الغني والفقير عندما تحفظ للفقير كرمته وتسد حاجته من مال أخيه الغني